حقيقة هو في التسعة أربعة بداية الدخول الأمريكان إلى بغداد يعني باللحظات الأولى خرج باتجاه من القصر الجمهوري بعد قتال على مشارف المطار وشارك يعني كان مشرف عليها هو العمليات وكان يقودوها في دائي صدام في مطار صدام جميع يعرف بأنه بالمطار الأمريكان في المرحلة الأولى انكسروا ما قدروا كان الفدائيين والفدائيين العرب لهم دور فعال لم يسمحوا للأمريكان التقدم باتجاه العاصمة بغداد ولكن بعد استخدام الأمريكان أسلحة محرمة دوليا وشاهدوها الجميع يعني شافوها بأنه الآليات انصهرت صهر البشر انصهر صهر المهم الرئيس انتقل تجول داخل بغداد واتجه إلى العظمية في آخر ظهور له أو مدينة صدام هم أكو زيارة قبل العظمية إلى مدينة صدام لكن ما ظهرت الإعلام ما ظهرت والتي ظهرت ما للعظمية طبعا بعد خروج من العظمية مباشرة الأمريكان دخلوا بغداد بحيث بدأ يخرج من العظمية أو من مشارف بغداد الأمريكان وصلوا بحيث قطعت الدبابة الأمريكية الرئيس فصلت الرئيس عن الدوريات الحماية التي كانت تترافقها التي كانت تترافق الرئيس يعني بأجهزة لا لا الدبابة دخلت قطعت الطريق نعم بحيث شطرت الموكب ما للرئيس إلى شطرين شطرت بقى بس ما كانوا يعرفون أنه هو هذا الرئيس ما يعرفون هذا الرئيس ولكن سواء بأي منطقة بالضبط يعني العظمية نهاية العظمية يريد أن يخرجون من العظمية زين بالأزقة وبالأفرح فاتفاجأوا بأنه تخرج دبابة وتدخل داخل الموكب وبقت حماية سيارات حماية إلى سيارة وسيارة وراها تطلعت باتجاه الرمادي اتجاه إلى الأنبار نعم اتجاه إلى الأنبار وضاف بيت آل خربيط تمام وقبل أن يصلهم كثير من العوائل من العمامنا تجهوا على آل خربيط وضيفوهم الناس لأنه بيت آل خربيط بيت معروف وعريق يعني وبيت عربي أصيل آخر يعني كل الناس كانت موجودة من عمامنا هو دخل بعد دخل عقيد راكان بعد دخل عقيد راكان فالبيوت لأنه الكبار مليانة يعني متروسة من عمامنا الموجودين هما وعوائلهم ما كمكان يعني يخلوه بيت شبير لأنه البيوت الكبار كلها انسكنت صحيح تجوهم ضيوفه وخلوهم بضياء فكانت بيوت مضطرفة بيت واحد من البيوت الصغير فهو راحل هذا البيت الصغير وبعدي يجي لواء راكان دخل بالبيت الكبير وانقصف البيت انقصف البيت الكبير وصارت الضحايا الموجودة استشهدوا يعني تقريبا عشرين واحد من عائلة عشرين نعم وكتها الرئيس من طلع قال لهم بحاتم طي ذبح بفرسه هدية للضيف ضيف للضيف وبفرسه فآل خربيط قدموا واحد وعشرين شهيد ضياف خربيط خربيط